بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونظروا الصلاة ونظروا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجماء طيب قال حنخلص بقى نحن بسرعة نخفر الدرس لما يمكننا ذاك رقم ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة أو ثلاثة وضارة بنفس البحث أو قاد الصلاة فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول غيرها وخرج لعضل ودل على وقت العشاء ابتداء وانتهاء واختيارا ما جاء في حديث المواقيد مع ما رواه مسليم وغيره وعلى أبي قتاة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على أمل أن يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى يعني أنت لآن نمت انتبهنا وراحت تقمين ساحبه نومي ومالك شاعر أنت تكون عم تكتب حيناً بتنم يخلق واحد عنه نوم هيك لأم لدان المغرب بخمز دقائق أو لحق تركع والصلاة وركع خارج الصلاة طبعا هذا حرام إلا إذا كان لسام غلاب ونوم ومعزول فهل نبي صلى الله عليه وسلم يقول أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة هلأ أصلي وهلأ أصلي ويالله لسلام على الشيخ وليل يشوف محمد ويشوف أحمد ويشوف خالد ويشوف غرض لأمي وهي ما في غير عم يسويه 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 حتى يسير وقت الصلاة الثاني هذا الآن مقرد سبانا طيب قال فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول غيرها هذا الحديث أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول غيرها وخرج الصبح من هذا العموم ليش الصبح؟ لأن الصبح وقته لا يمتد إلى الظهر يمتد إلى طروح الشمس طيب قال هذه هي أوقات الصلوات الخمس ولكن ينبغي أن لا يتعمد المسلم تأخيرها إلى أواخر أوقاتها محتاجا بالتساعية والله النبي صلى الله عليه وسلم صلى أول وقت صلى آخر وقت صلى النبي عليه وسلم ينو في أول الوقت ليعلمنا سيدنا جبريل أعلم بهذا وصلى في آخر الوقت أيضا ليعلمنا لكن النبي عليه وسلم يقول حب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها هذا يسميناه وقت الفضيل قال بل ربما تسبب عن هذا التهاون يتركها إذا واحد كل يوم كل ما بده يدخل وقت دخل وقت العصر يتنبهام وهلأ أبصلي وهلأ أبصلي وهلأ أبصلي كل وقت الصلاة يتحول لهم بعدين شو يصير؟ يأثر فيها والعياذ بالله الآن أنتو شو عنا؟ صلينا العصر عاد أنت عندك مشكلة؟ بتشتغل، بتروح، بتجي، بتساوي اللي بدك يأديت فرضا وبعدين الوقت كله متسر إلك صلاة العشاء صليها في المركز أو في المسجد وطلع على بيتها صرت ما صرت ما بدون أنا هلأ بصلي وبعدين يا لطيف غلبني النوم ونمر أنت آسم لأنك أخرتها أخرتها أنت بات علي أما صليها بوقتها أبو أبي في وقتها ولا تتسبب في تركها ولا تسوق فلا تكون آسما إن حدث معك طارئ من نوم أو ما شاء قال وإنما يسن تعجيل الصلاوات لأول الوقت وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها أحلمني أنا أتكلم كان عندي شريء عامي لكن والله ملتزي ما شاء الله أحسن من طلاب لا أحسن مني يكون رماشين بالسيارة يسمع الأدان أول مسجد آب لوحيد شو هم والله شيء خلينا خلينا نشد همية بعضنا البعض أي عند أول وقت رواه البخاريين ومسلم واعلم أن من وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فإنه إن وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداءا يعني إذا صليت جزء من الصلاة بالوقت هلأ أنا مون إحنا العصر واحد صلى الظهر بآخر الوقت فأدرك جزء من صلاة الظهر بوقت الظهر بعدين قال الله أكبر نبادين فأدرك تتمت الصلاة خارج الوقت قال إن لم يدرك ركعة فالصلاة ليست أداء انتبهنا فضاء وإذا أدرك ركعة فالصلاة أداء وإن لم يكن معذورا فهذا حرام ذكرنا العذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إنه ليس في النوم تفريد بس مو هو باختياره يروح ينام بعد ما دخل الوقت تبه لا بس بواحد أحيانا مكتبه تعبان وشغال الليب كلايات وكذا من قبل الظهر بينام قوم بيسحبه لبعد العصر وقوم باعته بعد المغرب طيب هذا متعرض لأرهاق شديد هذا منقول ألا إنه كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إنه ليس في النوم يتفريد لكن أدن الظهر وقال له حطي لمرته لأمتي من نالكور وبعدين مدان ما يصلي راح نام وراحت معه للعصر هذا في تطبيق تبهنا طيب قال واعلم أن من وقع بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه فإنه إن وقع ركعة في الوقت كانت الصلاة أداءا وإلا كانت قضاءا ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي ريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن الصلاة عن النبي من أدرك هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يعني أدركها أداء يعني لحق ركعة كاملة وآمن التالي ألا الله أكبر أنتبعنا أدرك أداء لكن إذا فيه طفل يكون هذا الأمر حرام طيب هذا وقت حرم يسميه فقار الشافعية وقوله صلى الله عليه وسلم طيب وقوله ممكن أقوله القوله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة يعني الحديث اللي قبله تكلم عن الفجر والعصر فيقاص غيرها لكن هذا الحديث أطلق في كل الصلوات من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أيضا رواه البخاري ألا بكرة إن شاء الله بدنا نقرأ الأوقات التي تكره فيها الصلاة إنه فيه أوقات أنا يقرأ المصلي فيها طبعا مولفر النافر فما هي هذه الأوقات سأدعو لكم الأمر مفاجأة لننتظر الغد إن أحيان الله عز وجل لنتكلم في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وأخذ دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر